سلام عليكم ورحمة الله سعال وبركاته كانت منى تكونوا بخير واحوالكم طيبة اليوم مع فيديو جديد نشارك معكم طريقة تحضير كيك ديزاين للمناسبات سواء عيد الميلاد او اي مناسبة يجي اكتر من رائع نحاول نصيبه معكم بدون ادوات الاحترافية اي وحدة ممكن تنوض وتصيبه بدون ما ادو مانضي عليها او اللي تمشي تشيره من باتيسري كي يجي رائع جدا خفيف وما حلوش بزاف وكذلك الحوش والدخل كتجي رائع جدا والجينواز كتجي رطبه كتجي زوينه بزاف كيف ما كتشوفو ان شاء الله تبعوا معي المراحل ونشارك معكم كل مراحل وسر نجاح الجينواز غادي نبدو على بركتي الله هنا الطريقات بجنحضره الجينواز هي الاولى لدينا خمس بيضات اللي كيكونوا بحرارة المطبخ غادي نحن نفصله ابيض البيض على الاصفر ضروري يكونوا في حرارة المطبخ نخرجه مثل جوحن الساعة قبل باش كتنجح معنا جينواز من بعد غادي نخلطو او غادي نطربو الابيض البيض مزيان ضروري نستعملونا بحال هذا اللي كيكون عندو دوك الشبكات باش كيطلعنا للمغانج غادي نزيدو سكر شوية بشوية مية وتسعين قرم دير السكر بالنسبة للسكر والدقيق فاكيكونون نفس العبار مية وتسعين قرم دير الدقيق ومية وتسعين قرم دير السكر في خمس بيضات وبطبيعة الحال الى ضبلته المقادير فغادي يكونوا اه ضبلوا كل شيء ولكن السكر والدقيق يكونوا نفس العبار كنخلطوه مزيان حتى كنحصلوا على مغانج بحال هكا كيف مكتشوفو ما تبقى شميها نهائيا باش نجح معكم جينواز هادي نزيدو اصفر البيض واحدة بواحدة حتى كنخلطوه كل شي كنخلطوه مزيان حتى كترجع لنا واحد الكريمة كنستمرو في الخلط هادي النوقات ضروري باش نجح معكم جينواز وكجي طالعة وكجي هشيشة وخفيفة من داخل ما كجيش مجنة فدروني تكتبو هاد هاد النوقات هادو هنا كنزيدو دقيق شوية بشوية باش دي معانا جينواز طالعة ودي زوينة طب فنحاولو اننا ما نبلغوش في التحريك لانا باش ما تهبطش من ديك المغانج وترجع لنا جينواز دي شوية دخل او لجي مجنة او لما تطلعش فاكما شفتو ما فيها لاخمارة لاتشي حاجة غادي نحاولو نغيب شوية ندخلو الدقيق باش جي معانا جينواز طالعو جي زوينة صفي كنشوفو الدقيق بدكي اختافة صفي كنوقفو الخلط انا كنخلطوش بزاف بالنسبة هاد المقادير فكنديروها في المول ديال 15 سنتيم الي كنتوا باغين 5 طبقات اما الي كنتوا باغين غي ثلاثة الطبقات فممكن انا كنتديروها في المول ديال 20 سنتيم حتى 22 سنتيم انا هنا المول ديالي عندي المول ديال 15 سنتيم والكي ما لقيتوش حتى خلط الخليط وقلبت عليه ما لقيتوش يمكن اعطيتو رجارة ديالي ومازا ما رضيتو فدرت هنا غيل ايطار عندي فيها 20 سنتيم درت ايطار ولبست له البابي كويزو بحلاكوك وحاولت اني شديته بسكوتش وقضيت به يعني فما غاتش تعطيني خمسة طبقات تعطيني فقط ثلاثة فقد نزيد واحدة اخرى بنصف المقادير باش نكمل خمس طبقات هناك ندخلوها الفراني كي يكون سخوم زيان من بعد كردوه كنطيحو الحرارة راح تلية وخمسين دراجة وكنديرو الجنواز ديالنا مدة 15 دقيقة فقط ما كنزيدوناش ما كنطيبواش بزاف باش ما غاتشيش لداخل ناشفة فقط 15 دقيقة ومن بعد كننشوف فيها كاشي سفود او لموس اذا خرجناها شف صفيك نخرجوها انا ما تبلغوا لها شفا في الطياب كيف مما كتشوفو هادي غتي تعطيني ثلاثة الطبقات لان المول في عشرين فقد نزيد واحدة اخرى باش تعطيني جوج طبقات سنزيد نصف المقادير هنا ندوزو الكريما كنخليو طبيعة الحال جينوازك تبرد مزيان ندوزو الكريما سنستعمل لاننا ماسكاربو جوب ماسكاربو عندي 250 غرام فممكن انكو تديرو ماسكاربو او لا اي جوب عندكم اللي بغيتون انتو ما على حسن شنو كستعملو بالنسبة لي انا كتك يعجبني ماسكاربو احسن لانو كعطي واحد الكريما زوينة بزاف زوج معالق ديال السكر حبيبات وكنطربوه مزيان حتى كرجع لنا كريمي من بعد كنزيدو الكريما عندي هنا لطر من الكريما الخفق وارت واحد tema الخفق لي استعمل لي معالقة عossip prest اتضلب فلم يظهرتم Pang in انتهي ان تصوص التواصل عنر الكريما بالنسبة كل العلبية سوف نخلطه جيداً كما تشوفه على كريمة واقفة ضروري تكون واقفة لا تكون مياه سوف نقسمها على زوج و نضيف النكهات سوف 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 نضيف النكهات كما تفكروا جينواز بردت مزيان كيف ما كتشوفو انا زيت جينواز اخرى باش تعطيني جوج طباقات ندرت نفس النص المقادير وزيت واحدة اخرى كان حاولو كانخلي واتكت برد مزيان باش ما تهرش معنا وكانحاولو نقطعوها بالنسبة اللي عندها القطعها الخاصة بجينواز فمزيان واللي ما عنداش حنا كنحاولو نصيبو كيف ما قلت لكم كيك ديزاين بلا أدوات الاحترافية يعني كنحاولو نصيبوهم ذاك شي اللي عندنا في الدار كانديرو الخيط غدائي وكانتراسيو الاول بالمص ومن بعد كانحشيو ذاك الخيط وكانبقاو نلفوه مزيان حتى كتقطع هذي الطريقة الاولى وطريقة الثانية لكان عندكم مص طويل كيف ما كتشوفو في الصورة فهذي طريقة سهلة ولكن بالخيط كتجي تقطيعها كتجي مقادة وزوينة وبطبيعة الحال اللي عندها ديك القطعها فرق يكون أسهل كيف ما كتعرفوه اللي كتدير اللي كوموند فكيكونوا عندها أدوات احترافية بكيكون عندها كل شي باش كتسهل عليها المأمورية كيف ما قلت لكم احنا يا بالنسبة لي ما كتديرش اللي كوموند فكي تشيردوك بدون أدوات ورا كتطلع زوينة وكتطلع منطية مزيان لنا احنا بنسبة لينا في أوروبا ما عرفش بلا يصخرين ولكن في أوروبا ديك الأدوات غانية بزاف مثلا واحدة را كتدير عشرين دل أورو خمسة وعشرين دل أورو لحاجة يعني باش تشيريهم بتامع عالي وتحطيهم في الدار فمن الأحسن صايبوه بذك الشي اللي عندنا بطريقة سهلة أول حاجة كنديروها كنديرو واحدة بلاستيك غذائية كنفررشوه كيكون شوية طويل مع الجنب كنحطوه لدائرة الأولى ديال الجنواز وكنسقيوها مزيان بالنسبة للسقي فممكن تسقيوه بأي حاجة بغيتو أنا سقيت هنا بعثرة البرتوقال الطبيعي ممكن تسقيوه بعثرة البرتوقال ممكن أنه مشروب غازي لكيكون أصفرته هو كيجزوين ممكن تديرو سيرو كمية السكر والماء والحامض وكتخليوه طيب مزيان كتسقيو به كيبقى لكم الاختيار النكهة اللي بغيتو انتو ما فأنا درتنا عصير البرتوقال طبيعي زلو واحد شوية ديال نكهة زهارة البرتوقال وكتكنسقي به فجل مضاق هائل جدا كذلك كان واحد مشروب غازي اللي كيكون في هذا اللون هذا هو كيجيزوين بزاف وهو اللي كيديروه في الباتيسريات أنا مكنش عندي فدرت غي درت غي عصير البرتوقال كنديرو الطبقة اللولة وكنسقيوها كنسقيوها مزيان ومن بعد درت كيف ما شفتو الكريمة للفاني ودرت فوق منها شوية ديال الكركة ومن بعد سقيت الضائرة الثانية درتها ودرت كريمة ديال الشوكولة ودرت فوق منها طريفات ديال الشوكولة للبندق بنوك هاد البندق جاوها عرف ما داق جزوين بزاف من بعد درت الضائرة الثالية وصقيتها مزيان وهاني كندير كريمة ديال الظاني وكنديروها كشوية من فوق ديال الكرقاع ممكن ديرو كرقاع باستاج ذاك شي اللي بغيتون انتو ما ولي حبيته على حسب الاختيار الحوشوة كتبقى على حسب الاختيار شنو بغيتون انتو ما انا كل مرة كندير نقه وكل مرة كندير حاجة فدا ببغيتها تكون سامبل تكون لدخل غي الشوكولة والفاني وقليل جدا داك القرقاع غيباش كيعطي ديك تقرميشة كيجين لدخل شي حاجة مقصارات كتجيزوينة كميكات تتاكلو كتحسو تقرميشة لداخل يمكن لكم تديرو اللي بغيتون انتو ما ممكن فواكه حمراء ممكن الفريز كيبقى لكم الاختيار هنا كندير طبقة الرابعة كنسقيوها مزيان بالنسبة للجنوز فضروري تسقي مزيان لانه كتكون ناشفة مادرناش فيها الدهنيات نهائيا فكتكون ناشفة ضروري تسقيوها باش جيكم كريمية ملدخل وكتجي زوينة يعني كتجي بحال شكل ديال يعني كتجي ماشي كريمية كتجي رطباء ملدخل وشاربة بحال اللي كتشريوه في مباتيسرية تماما كتجي لداخل رطباء بزاف ضروري تسقي مزيان هنا دلت الكريمات شوكولات دلت فوق من هادك طرفة الشوكولات بالبندق وكنديرو اخر طبقة بالنسبة لاخير طبقة كنديرو الجوز التحت ديال الجنواز فاش كطيب الجنواز الطبقة التحتانية هي اللي كنديروها الفوق باش كتعطينا ذاك الوجهة ملس وكيجي كتجي عليه الكريمية ملسة وكتجي مقدة كان نغطيوها بدك السلوفة اللي درنا وكان ندخلوها تلاجع على الاقل وساعة واحدة وبنسبة لي عندها الكونجيلاتور او للفريغو اللي كيكون كيكون واسع فتدخلها غين ساعة للفريغو حتى كيتبرد مزيان وتشد راسها من بعد كان نخرجوها وكان نحاولو انا نغطيوها بالكريمة كان نغطيو الوجه الفوق الاول عاد كان مقاو نغطيو الاجناب باي موس عندكم انا عندي هاد الموس هذا كنتلقيتو وشريتو ممكن اي سكن عندكم يكون شوية مستح كاز بقاو تصيبوها بحلاكة مع الطرف وبنسبة لنقدوها فكان نقفو الموس كيف ممكن تشوفو ياراكين واحد ما عارس شو نقول له وشبالة ولا شو نسميتها المهم واحد سباتيو ولا ما عارس شو نسميتها كتكون كبيرة كي يديرو بها هاد المرحلة هذي يعني كيبقاوا كي يعني كيي قدوا بها بحلاكة هم كيدوروا الطرت وكي قدوا بها فاحنا معدناش كيف مقلت لك ما نصيبوها بلا ادوات الاحترافية فكان نوقفو الموس به هاد شكل هذا بلو كان وكان دوروا الطرت نتمنى الفكرة تكون وصلت يعني كنوقفو الموس ويدينها كتبقى واقفة يعني ماشي ليد لي كتدور وإنما الطرت هي اللي كندورها او لا الصحن اللي كيكون فيه الطرت هو اللي كيبقى يدور عندما كتشوفو يعني كنوقفو يدي وكان دور الطرت واي بلاسة كانت باقيا كتبان طرت يعني كتبقى كتبان جنواز كنزيدو لها شوية ديال الطرت وكان زيدو ندوره حتى كان قدوا الكريمة قدوا الطرت ديالنا مزيان هانتو ما كان زيد شوية من الفوق وكان دور نفس الطريقة اللي كندروها من الفوق كان حط الموس وكان دور الطرت يدي يعني كتبقى واقفة ما كتدورش صافي تقن حصل على هكي فيما شفتو مونط يام زيان كان دخلوها لتلاجة إلا كانت باتت أحسن فممكن أنكو تدروها في الليل وتبات حتى الصبح أو لو كانتو مزروبين فممكن أنكو تخليها غي واحد ثلاثة ولا أربعة سوايع قبل يعني تصيبوها قبل وتخليوها قبل ما تقدموها واحد ثلاثة ولا أربعة سوايع إلى باتت فكيكون أحسن كتجي لدخل رطبها بزاف كتشرب من الدخل يعني الجنواز كتشرب ديالك الكريمة وكتجي رائعة جدا من الأحسن بيتوها مثلا كنتم محتاجين هاد النهار فديروها في الليل وديروها في تلاجة وخليوها حتى الغدلة بالنسبة لتزين كيبقى لكم على حسب المناسبة اللي عندكم وشنو بغيتو تزينو كيبقى على حسب الاختيار فأنا اصطي زينت بهالطريقة بهذا الرسم متاع العجينة السكر حطتها من الفوق وديندي لها تزين يعني سامبل عادي وكيبقى لكم الاختيار زينو باللي بغيتو ممكن أنكو تديروا الدميعات متاع الشوكولة من الفوق ممكن أنكو تديرو زبدة اللاكتوس تدوبوها واحد شوية وديرو بها دميعات من الفوق ممكن أنكو تدينوها بفواكيه او لشي غلاساج يبقى لكم الاختيار وعلى حسب الضوك اللي بغيتو هنا يا جبت شوكولة بيضة ودرت له هاد اللون ودرت بيها الحروف على حسب الاسم صافي حاولت أني نقدها يعني بطريقة سامبل وعادية صافي نستمر هكا نحطك الحروف وغادي نزيد لها بعض الإضافات من الفوق وكي تكون واجدة كي تكون سامبل وكي تجيزوينها بزاف نتمنى أنكو تجربوها هاد الجنواز لا تجيرها يعني معتمدة عندي مسينين هادي غيخ يخصة تسقام زيان وكي تجيزوينها بزاف وبالنسبة له هادي اللي درت اليوم بالضبط فاجات زوينها بزاف الماداق الشوكولة مع القرقاء مع الفاني جات خطيرة شكرا لكم على المتابعة خليتكم على خير والسلام عليكم اشتركوا في القناة